نشوف الخرحة الخرحة لو نتجة من جرثومة هو في عوامل مهمة جدا بيخلي الحابض اللي عند الخرحة يقل إفراز حامض المعدة يقل فلما إفراز حامض المعدة يقل زي ما بيتم في الصيام يبقى بالتالي الخرحة الحامض اللي عليها يبقى قليل تبتل تلتأم ويبتدي عوامل الالتأم تبقى عليها هو ميزة حب الرشاد اللي لما بيتخذ بيروح للجروح بتاعت المعدة ويترسف فيها وبالتالي يسبب عملية الالتأم إلى بعد العدود ولذلك وجدوا أنه يفيد حاجة كبيرة جدا في قرحة المعدة سواء قرحة المعدة العادية سواء كانت القرحة ناتجة عن جرثومة المعدة الهالوبكتر اللي هي نتيجة جرثوم المعدة ولذلك نتيجة ارتجاع المريء الناس اللي عندهم ارتجاع مريء كل الكلام ده بيستخدم في الجزيرة العربية